ستات ليها دور مهم جدا في حرب أكتوبر يمكن أنا قريت قصص برضو لحضرتك كان يعني مثلا من النوبة كان فيه فردوس فرحات سيدة من النوبة كان ليها برضو قصة معروفة وكمان هنروح لسينة وأهل سينة الشيخة فرحانة من قبيلة رياشين رياشات رياشات بالظبط كده قبائل في سينة كان ليها دور كبير بس خلينا نروح لدور الست المصرية برضو الأصيلة اللي وقفة وراجزها وقفة ورابتها فعملت إي بقى فردوس وإي قصتها؟ المرأة عموما خلال حرب أكتوبر وما قبلها لعبة دور جوهاري إزاي أنها تحافظة على أسرتها تحافظة على بلدها إزاي أن فيه كام كبير جدا من السيدات والفتيات طالوا عشان يتبرعوا بنشاطاتهم بفلوسهم بمجوهراتهم للمجهود الحربي إزاي أن مستشفى السويس الحكومية سجلت أكتر من خمس تلاف متطوعة كانوا وعزين يشتغلوا في المستشفى فعلا كان كل البنات ساعتها تبقى متطوعة في المستشفى حتى في الأفلام كنا بنشوف ده يعني تيوم دايما جايين منعجبها ودايما هم الإسعافات دايما كل بنات مصر وستات مصر يمكن كمان سجلوا أن في المستشفى السويس كان فيه أكتر من 20 طبيب وأكتر من 87 ممرضة كانوا شغالين 24 ساعة لخدمة المرضى وجرح الحرب قد إيه كانوا بيقضوا وقت كبير جدا بعيد عن أسرتهم بعيد عن أهليهم لمجرد إحساسهم بالوطنية وأن اللهم دور حقيقي لازم يخدموا بلدهم اشتركوا في القناة